اشتركوا في القناة وقال في بعض الأعياد إنما هو عيد لمن قبل الله صيامه وشكر قيامه وكل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد وقال إن أعظم الحسرات يوم القيامة حسرة رجل كسب مالا في غير طاعة الله فورثه رجلا فأنفقه في طاعة الله سبحانه فدخل به الجنة ودخل الأول به النار وقال عليه السلام إن أخسر الناس صفقة وأخيبهم سعيا رجل أخلق بدنه في طلب ماله أخلق يعني أبل حياته وبدنه وعمره وهو يطلب ويطلب ويطلب المال هذا أخسر الناس رجل أخلق بدنه في طلب ماله ولم تساعده المقادير على إرادته يعني لم يصل إلى تمام ما يريد فخرج من الدنيا بحسرته وقدم على الآخرة بتبعته بحقوق الناس وحقوق الله لم يصل إلى أهدافه ومات وهو على حسرة وحيل بينهم وبين ما يشته وقال الرزق ورزقان طالب ومطلوب فمن طلب الدنيا طلبه الموت حتى يخرجه عنها ومن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي منها رزقه وقال عليه السلام عن صفات أولياء الله وأهل الإيمان إن أولياء الله هم الذين نظروا إلى باطن الدنيا إذا نظر الناس إلى ظاهرها واشتغلوا بآجلها إذا اشتغل الناس بعاجلها فأمات منها ما خشوا أن يميتهم يعني أمات منها يعني من الحرام مما لا يرضي الله تبارك وتعالى أماتوه ما خشوا أن يميتهم يعني أن يهلكهم في الآخرة وتركوا منها تركوا من الدنيا ما علموا أنه سيتركهم من شهواتها ورأوا استكثار غيرهم منها استقلال إذا استكثر الناس من الفواحش والمنكر هم يستقيلون منه ودركهم لها فوتة من أدرك الحرام فقد فاتته الآخرة أعداء ما سالم الناس يعني هؤلاء الأولياء هم أعداء ما سالم الناس الناس يسالمون المحرمات والباطل والشهوات والمنكر هم أعداء لهذا وسلم ما عاد الناس يعني هم سلم لما يعاد الناس من الإيمان ومن الالتزام ومن الطهارة والعفة إذا صفات الأولياء أعداء ما سالم الناس وسلم ما عاد الناس بهم علم الكتاب وبه علموا وبهم قام الكتاب وبه قاموا لا يرون مرجوا فوق ما يرجون وهو ثواب الله يعني لا يرجون شيئا ولا يطلبون شيئا فوق ثواب الله ولا مخوفا فوق ما يخافون من غضب الله لا يخافون من شيئا أكثر من خوفهم من الله تعالى أذكر انقطاع اللذات وبقاء التبعات وقال عليه السلام في كلمة صغيرة جدا ولكن معناها كبير أخبر تقله أخبر أمر من الخبرة يعني اختبره لتعلمه اختبر تقله يعني تبغد يعني معناها إذا أعجبك شخص فاختبره فربما وجدت فيه ما لا يسرك عندئذ تبغده فالتجربة هي التي تكشف الناس وقد مر معنا قبل قليل مثل هذا المعنى يعني اختبر الرجال لتعلم إذا كان هذا الأمر صحيحا أو غير صحيح إذا كان مخلصا أو غير مخلص أخبر تقله اختبره عندئذ تبغد وقال عليه السلام ما كان الله عز وجل ليفتح على عبد باب الشكر ويغنق عنه باب الزيادة الشكر لله والحمد لله ولا ليفتح على عبد باب الدعاء ويغلق عنه باب الإجابة يا الله ولا ليفتح عليه باب التوبة ويغلق عنه باب المغفرة وقال عليه السلام أولى الناس بالكرم من عرقت فيه الكرام عرقت يعني ضربت العروق في الكرم يعني كان له عروق من الآباء والأجداد معروف بالكرم كان من أهل الكرم وقال عليه السلام عندما سئل عن العدل أو الجود أيهما أفضل قال العدل يضع الأمور مواضعها والجود والجود يخرجها من جهتها والعدل سائس عام والجود عارض خاص فالعدل أشرفهما وأفضلهما وهنا يوجد كلام فلسفي لا مجال لذكره بالتفصيل إن لأنه باختصار شديد العدل هو وضع الأمور في مواضعها لأنه المرتبة المتوسطة بين طرفي الإفراط والتفريط والعدل هو السائس العام في جميع أمور الدنيا والآخرة وقال عليه السلام الناس أعداء ما جهلوا كما يقال من جهل شيئا عداه وقال الشاعر جهلت أمرا فأبديت النكير له والجاهلون لأهل العلم أعداء وقال عليه السلام الزهد كله بين كلمتين من القرآن قال الله سبحانه لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم ومن لم يأسى على الماضي ولم يفرح بالآتي فقد أخذ الزهد بطرفيه وقال عليه السلام ما أنقض النوم لعزائم اليوم فإن النوم يأخذ الوقت ويأخذ العمر وقال عليه السلام الولايات يعني المناصب المراكز الولايات مضامير الرجال يعني هو المكان الذي يمتحن فيه الرجل وقال عليه السلام ليس بلد بأحق بك من بلد خير البلاد ما حملك يعني ليس هناك بلد أفضل من بلد تصلح للسكن إنما حيث تجد رزقك وراحتك وعندئذ هذه البلد هي التي تكون أفضل ليس بلد بأحق بك من بلد خير البلاد ما حملك وقال عليه السلام عندما جاءه نعي الأشتر وكلنا يعلم كيف كان مقام الأشتر عنده فقال عليه السلام مالك وما مالك والله لو كان جبلا لكان فندة يعني لكان جبلا عظيما أو كان حجرا لكان صلدة لا يرتقيه الحافر ولا يوفي عليه الطائر لا يوفي يعني لا يصعد لا يشرف عليه الطائر يعني مالك لو كان جبلا لكان جبلا عظيما صلدة حتى الطائر لا يستطيع أن يصل إلى رفعته وإلى مقامه وإلى علو همته مالك وما مالك والله لو كان جبلا لكان فندة أو كان حجرا لكان صلدة لا يرتقيه الحافر ولا يوفي عليه الطائر وقال عليه السلام في جملة حكم قليل مدوم عليه خير من كثير مملول منه إذا كان في رجل خلة رائعة يعني صفة جميلة فانتظر منه أخواتها وقال عليه السلام لغالب بن صعصع أبي الفرزدق في كلام دار بينهما ما فعلت إبلك الكثيرة قال ذعزعتها الحقوق يعني فرقتها الحقوق يا أمير المؤمنين يعني وزعتها على الزكاة والصدقات فقال أمير المؤمنين علي عليه السلام ذلك أحمد سبولها يعني هذا من أفضل الطرق في توزيع المال فأنت لماذا حزين أنك وزعت الإبل وزعت الأموال فذلك أحمد سبولها وقال من اتجرى بغير فقه فقد ارتطم في الربع وقال في كلام عظيم من عظم صغار المصائب ابتلاه الله بكبارها من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهوته ما مزح مرؤ مسحة إلا مج من عقله مج المسحة والمضاحكة فيه بعض الأحيان سخرية ونعوذ بالله قد تدخل فيها الغيبة أو الاستهزاء أو الكذب فلذلك يقال إنما سمي المزاح مزاحة لأنه أزيح عن الحق فقال ما مزح مرؤ مسحة إلا مج من عقله مج مج ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا